تبع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع وزير التنمية المحلية هشام أمة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتحويل الأتوبسات للعمل بالغاز الطبعي يأتي اللقاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وشملة المباحثات التي تمت خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من منظومة إدارة المخلفات وكذلك مشروع إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبرواش بمحافظة الجيزة